جاءت محملة بتفاصيل ماسات تأبلح المنير الشقراوي أم وناشطة في المجتمع المدني دفعتها تجربتها المريرة إلى بعث جمعية تعنى بالمفقودين من المهاجرين غير النظامين أصبحت ممثلة للميات من الأمهات والأسر في بحث متواصل عن مصير نحو ألفي مفقود وفق أرقام غير رسمية فشلت الحكومات المتعاقبة في الوصول إليهم روت إحداهن دامعة فقدها لابنها منذ 2008 قال لي يا أمي سمحني يا أمي رأني مشيت وين مشيت قال لي مشيت حرقت مدزير ما نكذبش عليك ما كاملش معنا دي التليفون تأحمل يدي وديت نبكي ودخلت بعضي ونعيت وكل شيء حاسي من وقتها ما سمعتش صوته أم مش نجم نقعدين في الدار نستنى حتى لين قلتولي يا طوي روح طوي روح طوي روح وقدش بشي روح واللي هو معناتها كلية كي نمشي يطردوني مباشرة يركبوهم في الصفن من الحجر الصحي ثم من صفن الحجر الصحي يقع الاختيار متاحهم الناس يهزوهم للحجز يعديوا مدهم بعض يحكم عليهم وناس يعديوهم دراكة للطرحيل لهنا أي واحد ما يعطيش الهوية متاعه ما يعطيوش منين باش ما يقعش الطرحيل وتونس مقصرة متبعش ولاد هوي وأمام انسداد الوفق جراء فشل السلطات طالبت عائلات المفقودين بتشكيل لجنة دائمة صلب وزارة الخارجية التونسية وخاصة بتفعيل لجنة تحقيق بدأت عملها منذ 2015 دون أن تحرز تقدما في الملف خذنا شوة نيضالي انتصرنا بعث لجنة تحقيق 5 جوان 2015 باش تقول لنا مصير ولادنا وكانت موجودة في الرايد الرسمي جينا اليوم باش نقولوا وين ولادنا وين وصلت لجنة تحقيق لاش ما فماش إيجابة للعائلات ونطالبوا رئيس الجمهورية وبكل إرحاح استكمال عمل اللجنة التحقيق اللي موجودة في الرايد الرسمي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية في تونس تساهم سنويا في ركوب آلاف تونسين قوارب الموت طلبا للهجرة المفقودون ركن أسود من مأساة إنسانية مزمنة وقاتمة تستمر مأساة الهجرة غير النظامية في تونس عائلات تبحث عن خبر يشف الغليل تقول لأمهات إن مصير المئات من الأبناء يلفه النسيان والتهميش فتح الفالح ميديا تونس